وهذا خلاف مسلك من يسب الصحابة ويجحدون فضلهم ويتكلمون بكلمات غير صحيحة فيهم وطبعا هذا من أنواع الانحراف نسأل الله سبحانه وتعالى صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام لهم مكانة متميزة لدى أهل السنة والجماعة ولذلك يستنكرون أو يستنكر أهل السنة والجماعة هنيل منهم كما يحصل من بعض الفرق الضالة نسأل الله العافية التي تسبوا الصحابة وبعض الصحابة وقد أثن الله سبحانه وتعالى على من جاء من الصحابة داعيا لهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب صحابته فقال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ أحدهم ولا نصيفة وهذا خلاف مسلك من يسب الصحابة ويجحدون فضلهم ويتكلمون بكلمات غير صحيحة فيهم وطبعا هذا من أنواع الانحراف نسأل الله سبحانه وتعالى في الاعتقاد وفي العمل عن المنهج الصحيح الذي سار عليه صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلف الأمة الصالح شكرا شكرا